السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم يا أجمل متابعين إن شاء الله يربي تكونون بأحسن حال يا هلا وغلا فيكم نوريني جميعا وحياكم الله في قصة جديدة من قصصنا ولكن قبل ما نبدأ في سرد القصة صلوا عن نبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وياريت منكم تحطوا لي لايك حلو زيكم وننطلق لقصة اليوم وتقول صاحبة القصة يا هلا والله معاكم رفيف وعمري 18 سنة أحكيكم عن أخوي وزوجته طبعا أخوي فيصل متزوج له وحده ويا الله عليها بس إيش أقول لكم هذه البنت أساسا تعرف عليها من النت بتزوجها طبعا هو زعجنا عليها أمي ما كانت راضية أبدا إنها تتزوجوا إياها يعني كانت تقول له لا وهذه بنت متعرف عليها من النت أنت ما تدري بنت مين ما تدري وش وراها ما تدري وش بلاويها أنت ما تدري عن أخلاقها ما تدري عن شي فكانت أمي رافضة مرة مرة يعني كانت قطعين رافضة مليون بالمية أنه لو إيش ما سويت أنا مستحيل أني أزوجها لك وهو إلا والله العظيم كان يوميا يزن ويبكي لدرجة أنه يبكي ويصيح عند أمي أنه حرفيا يزن زن أنه زي الأطفال ويترجاها إلا الزوجين إياها ووصلت في أنه يهدد أمي يقول يا تزوجين إياها وإلا والله العظيم لأأخذ قشي وأشيل وأجلس وأجلس أنت وبناتك عاد بكيفكم أنا ما عاد لي شغل فيكم أبدا ما عاد تشوفيني أبدا طبعا هو أخوي الوحيد فأمي كانت مرة حريصة لأنها تبعي يعني الزوجة وحدة حلوة خلاق زينة نعرفها نعرف أهلها يعني تشوفها كده تشوفها قدام عمو أي بنت كده جايبها من النت ما تدري وش وراها وش قدامها يعني فكانت تحاول تقوله يا حبيبي يعني اسمع كلامي أنا أمك أنا أعرف مصلحتك صدقني البنت دي مرة غلط أنك تزوجها ما يصير لكن أخوي فيصل إلا ناش بحل قمي إنه أنا ما ندخل أنا ما أبغى في الدنيا هذه زوجة إلا هذه البنت تزوجين إياها يعني تزوجين إياها فأمي منا منا من أبد يا ابن الحلال طب كده طب أبدا فيصل راسه يابس إلا يبغى هذه البنت فحرفيا أمي كانت عايشة معا في صراع يا الله كانت كل يوم تمسكها كده تقوله طب ذي البنت طفلانة 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 كانت أصلا ناوية إنها يعني تخطب له بنت خالتي كانت حاجزتها أصلا له كانت تقوله يا فيصل يا حبيبي أنا أمك أنا أعلم أنا أشوف إن بنت خالتك هذه مرة تناسبك وأنا أمك ترى أعرف البنات اللي كويسات والأمو كويسات يا قلبي يا فيصل إن كان لي معزة عندك أخطبها أنا أزوجك والله ما تندم والله كذا كان يقول لها لا أنا إش دخني أنا إش دخني في ذوقك هذا الشي راجع لك أنا ما لي دخل أنا بتزوج واحدة على ذوقي والله لو تجلسين تقنعين فيني من هنا اليوم الدين إني ما أخذ إلا هذه البنت اللي أنا أخترتها واللي أنا أحبها طبعا اللي يحبها هذه واحدة اسمها ياسمين وكان كل مرة يعني يهدد أمي إنه والله العظيم لو ما تزوجيني إياها وتروحين معاي وتخطبينها لإني لا أهرب من البيت إنك ما عاد تشوفيني مرة ثانية إني حتزوجها حتزوجها يعني فيكم ولا بدونكم وطبعا أبوي من النوع اللي غاسل يده منه أبدا ولا أهم إنه تزوج اللي تبغى تزوجها بكيفك بقلعتك أهم شي عنده إن حنا البنات لا ما نتزوج عن طريق الخرابيض ضيتي عارف من نت ولا غيره أبدا ما عندنا يعني هذه السواليف والحركات أما الولد مع السلام والله لو تأخذلك مدرمين لو يأخذ له واحدة عجوز قد جدتي يقول مع السلام أهم شي أنت راضي فيها أنا ما أهمني أهم شي تتزوج بالوقت اللي أنا أبوا أما البنت لا فضيح البنت يعني لازم تتزوج يعني ناس نعرفهم نعرف أهلهم أخلاقهم زينة سواليف النت هذه ما تمشي عنده بود فالله لي وريكم يوميا كنا ننام ونصحها على مضابحة بين أمي وفيصل على هذا الموال والذي السالفة كل مرة يعني يفتحها مع أمي فيصل مرة مدلع 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 وهو واحد أمي وأمي دائما تتحايل فيه والله لو إيش لو ما تزوجيني إياها أني لا أهرب أنا أبوا غير ياسمين فأمي كانت بتزوجه بنت خالتي بس إنه رافض أبدا أنا هذه البنت ما أبغاها كانت تقولي يا قل بنت ولدي الوحيد خلينا زوجك طيب على قل ما تبغضي أنا زوجك بنت كويسة وأخلاق وسمعتها كويسة وناس نعرفهم ومنا وفينا قال لا عادي ياسمين يعني حلوة وتهبل وكل يذكرها بالخير وكذا قلت طيب أنا ما أعرفها البنت ذي ما سمعنا عنها شيء قال عادي أنا أعرفها أنت يوم مالك دخل أنا بعيش معاها أنا كذا أنا كذا فتقوله أنت متعرف عليها من النت يا فيصل قال طيب عادي وين المشكلة؟ عادي يا كثرة اللي يزوجون من النت وين المشكلة؟ كانت تقوله لا تقارن نفسك بغيرك أصاب عيدك مو سوى ونمك وكذا أبدا يعني فيصل كان أيامها عمره عشرين سنة يعني لسه توه بداية الشباب مو مرة كبير وكنت أنا دايما أقوله يعني أنت بس تقعد تبكي أمي أنت قرفتنا في هذه السالفة يا أخي خلاص طيع أمي أنت والله العظيم ما رح تندم أمي ترى كلامها صح لا هتبكي أمي لا هتتقارها في نفسها لا كنا أنا وأختي نفس الشيء كذا دايما فوق رأسها وننصحها ولا تقول كذا وسو أمي طبعا كان دايما يزعي لها كان دايما ترقل بدمعتها يا عمري على عينها من كثر ما تتناقش معه ويرتفع ضغطها فيرد علينا دائما أنتم مالكم دخل أنتم مالكم كلمة علي يا الله كان يذبح يذبح والله العظيم يا كلام كان يقول لنا مستحيل أن ساجب لنا القلق أكسم بالله شهرين كاملة الله لا يعيدها علينا اللي بخير كان كلها هواش صياح نياح معاه أربع شين ساعة بس على أساس يعني أنه نزوج له هذا البنت ونخطب له إياها فأخر شي تدرون ما تفعله راح لما أغراضها بشنطة أمي عندها كانت تصيح وتبكي يا فيصل استهدي بالله يا فيصل كذا أبد اسمع الكلام وأبدا ما في راسة يابس فتحسون يعني سبحان الله كأن البنت كذا ساحرته وطبعا بهذاك الوقت أختي اللي أكبر مني كان عمرها 19 سنة فكانت متزوجة تزوجته هي صغيرة يعني لها ثلاث سنوات متزوجة فكانت تقولي شوفها أختك نورة وماشاء الله عليها متزوجة واحد عارفينها عارفين يعني من ناس بين عايشة معا مرتاحة وسعيدة ما كان بينهم ولا تعارف ولا من الأشياء هذه اللي أنت يعني تقول عنها صاح أن ربي ما رزقهم بعيال لكن ما شاء الله مرتاحين هي وزوجها يعني الرجال جدا خلوق ويحبها قال أنا وش دخلني فيها أنا خلاص أنا برتب شنطتي وبأمشي وبأروح أخطبها تخيل والله يعني كام مرة مستعد أن يمشي يعني من جد بيسافر المدينة اللي هي فيها طبعا هي في مدينة ثانية غير اللي حنا فيها عشان يروح لها ويخطبها ويتزوجها ويعيشون هو إياها هناك فأمي لما شافته خلاص أنه من جد البلد مرة صادق أنه ما يبغى اللي هي مجالسة يستهبل أمي على بالها أنه ممكن يعني إذا شافها كذا معزمة أنها ما تروح خلاص يعني فترة وتعدي وينساها يعني مستحيل أن يكسر كلمتها وكذا فلا والله العظيم ما هي فترة وعدت أبدا كان كل يوم يتمسك فيها أكثر من أول يعني كان يبغاها غصبا عننا كلنا فلما شافت أمي كذا قالت خلاص الشك والله يعني ما عندي حل اللي أزوجه منها يا فعلا أني أخسر ولدي ما عاد أشوفه فكان هو الوحيد لها أمي كانت تحبه تموت فيه فكنا أنا واختي أنه يما خلاص طب سيبيك من نس فهي خليه ينقلع والله العظيم اللي يرجع لك ما عليك منه الناس أصلا ما بيستقبلونا إذا شافوه و جاي الحالة بس ما حد معاه قالت أمي أقول لكم ذا واثق واثق أن الناس بيقبلون فيه ما يبغى لها شيء لماذا يرفضونه أصلا أخوك ما شاء الله زين وسمعتك كويس وسمعتك أبوك يعني كويسة وأبوك تاجر أخوك يشتغل معاه شو اللي يعني يخليهم يرفضون أكيد أن يعني معلمهم ومستحيل يقولون لي يعني لا أكيد حتى البنت متمسكة فيه مع أهلها فقلت خلاص على كيفك بكيفك يعني براحتك ذا ولدك ولكن أقول له أنه لا لا الزوجين وأنت منت مقتنع فيها ومنت راضي ومنت مرتاحة للبنت قالت أمي شا سوي بعد يعني هو حدني على هذا الشي هو حطني قدام الأمر الواقع خلاص أنا ما عادة بشي ولا أبا أخسر ولدي يعني كيف يمكن يرتاح معاها فراحت قالت له أني أنا موافقة وكذا وأني أنا بروح معاك والله يعطينا ويعطيك خيرها ويصرف عنك وعنا شرها قال عني أنت موافقة أنك تروحي معاك وكذا وتخطب قاتي أبشر خلاص ولا يهمك أنا بروح معاك وأضبطها لك طبعا جاءت أمي بعدين عندي قالت لي اسمعي تروحين معاي قلت لها شوفي أمي أنا والله أنا من النوع اللي أتنرفز وعصبية ويبين علي أخاف أني أفعل شيء غلط أجلس أنت لهميني قالت أمي يعني شو سوين يعني قدام الناس بتمشي أنت هاوشين البنت قلت لا مو كذا أني هاوشها بس أنا جد من الناس اللي يبين علي ضيقة في وجهي يعني أتأفف غصبا عني أسوي حركاتي بتنرفز فأخاف أن البنت بضايق خليني هنا حسلي أنت روحي أبجلس أنا عند أختي وروحي أنت وأمي يعني روحي أنت وأبوي كانت أمي خلاص اللي يريحها كابنتي فعلا يومها رحت أنا وجلست عند أختي وهم راحوا أمي وأبوي وأخو راحوا يخطبونها فكانت أمي تصور لنا كل شيء أول بأول ونسألها يعني أن كيف البنت وكذا قالت ما شاء الله حلوة وكانت مرة تمدحها يعني تقول أمي أنا عكس ما توقعت تقول توقعت شكلها غريب توقعت أنها ما هي حلوة تعرفون يعني دائما أفكار الحريم الكبار أنها مثلا جريء ما بصاحي البنت يعني من هذا الكلام أنه مرة أوفر حركاتها مرة يعني مو حلوة تعرفون يعني سبحان الله الأم لها نظرة كانت أمي تطلب صور يعني من أخوي تقول وريني إياها طيب كان يرفض نهائيا ما ورانا ولا صورة لها كم مرة زعلان من أمي أنها رافضتها يعني قال لها ما راح أوريك تب أن تشوفينها همشي معاي نروح تشوفينها إذا تبغين المهم أن أمي يعني الحمد لله مدحت البنت وقالت أن البنت ما فيها شيء وأن أهلها حلوين وطيبين وعملونا باحترام وكانوا مرة مرة يعني 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 محترمين وسالفوهم معانا عادي فكنت أقول لها يا الله إن شاء الله أن ربي يسرها لعلها خير يعني ما ندري عدو الشي بيصير بعدين فكانت تكلمني وهي مرة مبسوطة أنا رحت أعلم أختي عن كل شيء وأقول لها أنه شوفي سبحان الله يعني أقول الأختي ترى أنا ماني مرتاح لها رغم أن أمي تندحها وكذا كانت أختي تقول ليش أنت بس تقلدين؟ تقلدين أمي؟ قلت لا ما أقلد سبحان الله إحساسي أنا أحس أني ماني مرتاحة لها رغم أني ما شفتها مدري ليش؟ قالت عادي أمي ما كانت كذا وشوفيها الحين تمدحها قلت يمكن إن شاء الله بعدين مدري المهم قلت لاجات عندنا قالت لي هي لاجات عندنا وعاشت وعاشرناها وكذا يمكن أنت ترتاح لها قلت والله ما أدري يمكن إن شاء الله نقول إن شاء الله طبعا أختي عايشة ببيت لحالها وزوجها ما شاء الله يعني منعم عليه بفلوس كثيرة ربي وخير ورزق فكان يعني معيشها عيشة كويسة يعني ومكرمها وكان إنسان خلوق خلوق بمعنى الكلمة حددوا الملكة وخلاص يعني اتفقوا على كل شيء المهم بعد يومين من ملكة أخوي جاء أخوي عندنا وسلمنا عليه وإنه مبروك ما شاء الله وهات لك متح فيها وفيه وأنا والله العظيم ما كنت مرتاحة لها أبدا بس كنت أمثل قدامه إن أنا فرحانة عشان ما يزعل وكنت دايما أبين يعني إنه أنا فرحانة ومبسوطة وكذا بس عشان ما يشيل في خاطره المهم إنه محددوا الزواج وقالوا إنه حيكون يعني بعد شهر من الملكة بالضبط وفعلا تم الزواج بعد شهر وبدأنا نجهز ونحضر الأشياء طبعا أخوي حجز لها كل شيء وسوى لها كل شيء تبغاه كل شيء تطلبه وعطاه إياه والله العظيم كل شيء حرفيا يعني حتى حجز القصر وكذا حتى الكوشة هو اللي حجزها والمصورة هو اللي جابها تكفل في كل حاجة طبعا يعني ما دفعت ولا ريال ولأنها هي وأهلها في منطقة ثانية غير منطقتنا طبعا راح حجز لها قبل الزواج بأسبوع فندق من أفخم الفنادق هي وأهلها كان مرة غالي غالي أبوي والله خسر في زواج أخوي اللي وراه واللي قدام عشان بس يرضى أخوي عليه وإنه خلاص يعيش مبسوط أنا أبوي قلت لكم الحمد لله عنده خير يا رب لك الحمد وأخوي برضه يشتغل معاه فكان يعني ما يرد له ولا طلب كان يقول ليه بابا كذا بابا كذا كان عادي يقول خد واتفع ويتفعله فارحت لها أنا وأمي تذكر ويعني أختي سلمنا عليها بعد الزواج البنت صراحة تهبل وباركنا لها واخذنا معانا هدايا والبنت ما شاء الله نفس ما وصفتها أمي تجنن البنت كيوت وناعمة وخجولة وهي البنت الوحيدة يعني ما عندها لا أخوان ولا أخوات أيام ما رحنا لها كانت أمها موجودة سبحان الله بقول لكم شيء عن أمها أمها ما رتحت لها مرة يعني تعرفون الأشخاص اللي تشوفونهم كذا وجيهم كئيبة تحسونهم كذا شرانيين والله العظيم أمها كانت بالضبط كذا ما تركيف أوصف لكم يعني طول الوقت معبسة حتى لو ضحكنا كذا تضحك فجأة وتسكت ترجع نفس ملامحة كئيبة عبوسة فيعني تجامل تضحك وترجع نفس أول ما عرف كيف أوصف لكم أو شرح لكم أتمنى أنكم تكونوا مفهمتوا المهم أنها ما كانت مريحة وكانت البنت بس كذا الدفت بتك بأمها يعني أنه أضحك يستانسي تضحك فأنا كنت ألاحظ هذه الأشياء بسمي أختي أبدا ما ألاحظه كانوا عادي يسولفون وطول الوقت طول الوقت أنا كنت يعني أطالع بملامحها وحركاتها عدنا بقول لكم شيء عني أنا سبحان الله دايما من وانا صغيرة أحلم أني أدرس علم النفس وأنني أحل الشخصيات والمواقف والأشياء وكذا فكنت عندي يعني خبرة ملمة بهذه الأشياء أحب أني أبحث عنها أقرأ على التحليلات النفسية والحركية وكذا عشان كذا أقول لكم يعني أن دي البنت سبحان الله وهي وأمها ما هم مريحين وكنت أقول أنه فيهم شيء غريب بس ما أعرف إش هو كنت أحاول أني أحللها هي وأمها بس أبدا ما أطلع معاي شيء يعني ناس نفسية مم طبيعيين أبدا تحسك أن وراهم مصايب ما أعرف ليش كان يجيني هذا الإحساس وكل ما قلت لأمي كذا تجلس أمي الله لا يوريكم تاوشني وتسكسكتي أخوك لا اسمعك أنت تبوينا يزعل منا ترى يدور الزلة علينا بس دايما يعني يقول لها بناتك يا ويلك لو أسمع أحد يعني يقول عن زوجتي شيء وكل مرة أفتح الموضوع مع أمي تقول لي كذا سكتي أسكت قلت خلاص خلاص أنا مرة أفتح فمي ولا شيء بتطقاك فيها وفيه وصرت تسكت عشان أمي والله ما تزعل ولا مو عشان أخوي هو ما همني ولا دريت عنه ويعني ترى هي يعني مرة واحدة رحنا لها البيت عطيناها الهدايا ورجعنا أبوي كان مجهز لهم طبعا بيت جنبنا بيت صغير على قدهم وحنا بيتنا في الله وحتى بيت أختي يعني كان شاري لها زوجها بيت جنبنا يعني قريب مرة مرة على طول تجينا مشي حتى فالمهم أقول لكم بعد ما سوينا الزواج الزواج كان يجنن ويهبل ومن الأحسن ما يكون استانسنا وانبسطنا وضحكنا ومع ذلك ما كنت مرتاحة لهذه البنت والله العظيم أبدا المهم بعد الزواج بيوم راح أخوي معاها شهر العسل كان دائما يصور لنا ومبسوط وفرحان جلسوا شهر كامل فأول ما رجعوا راح أبوي سوى لهم ذبيحة وكذا وعزيمة جاءت أختي يقل في عليها يا الله بحكيكم شوي عن نورة نورة أختي هذه تعرفون الأخت الطيبة اللي عنياتها مسكينة مسكينة يعني بما تعنيه الكلمة والله أختي نورة كذا يعني سبحان الله إنسانة طيبة بريئة وزوجها مرة مرة كان طيب ويموت فيها ومعاملها ما شاء الله أحسن معاملة لكن سبحان الله أول ما رجعوا والله العظيم يا جماعة شوفوا هو بس أسبوع أسبوع بس بعد ما رجعوا أختي نورة تغير حالها نعفس زوجها نعفس حاله صارت بينهم مشاكل صار كل يوم يهاوشها يخانقها على أدفه شيء نورة كانت تجينا بس تبكي كل يوم أكسم بالله ثلاث سنين ما تذكر ولا مرة جاتنا نورة فيها بهذه الحالة صح تصير مشاكل تصير يعني عدم اتفاق بين الزوجين عادي أشياء بسيطة يعني بتنحل بس أول مرة كانت تجينا يعني كذا منهارة منهارة يوميا فقلت لأمي والله العظيم إنني ما أنا مرتاح لزوجة أخوي إذي قات خير شعندك شدخلها زوجة أخوك في نورة كتسغفر الله العظيم مدري وجهها وجه نحس أنا ما قصدي يعني أتفاء البشر وكذا بس سبحان الله ابن جات وأختي تغيرت مع زوجها فكنت أقول لأمي أنت ما تلاحظين هذا الشي كانت مرت هاوش إنه اشدخل لا تربطين المواضيع كذا ببعض كالعادة يعني إنه انطمي اسكتي لا تتكلمين لا تتكلمين عن البنت دي بالذات أخوك لا يسمعك وذو يصير كيت وكيت إلى آخر فكنت أنا ألاحظ يعني في نورة وكذا كنت أقول لها يعني كنت أسألها قل يا نورة طب أنت ما لاحظت شي على زوجك زوجك ما يكلم أحد وكذا كانت تقول والله العظيم ما فيه ولا شي الرجال فجأة فجأة كذا تغير أنا ما أعرفه بس قاعد مع نفسه بس منعزل ما يجلس معايا جالس على جواله 24 ساعة مقفل على نفسه ما يتكلم معايا حتى السلام ما يردوا علي أسألوش فيك ما فيك ما يرد أبدا ما كان يناقشني فكانت يعني يا قلبي عليه طول الوقت بس تبكي تبكي منهارة هذه زوجة أخوي ياسمين طبعا كانت يوميا عندنا لما كانت نورة فيه كانت سوي نفسها يا الله حبيبة ومرة قلبها متقطع على نورة ويحليلها فكنت ألاحظ عليها حركات يعني كانت بكل مرة لما أول كانت مع نورة مع زوجها كانت بكل مرة تأتي نورة تجلس معنا يعني هي وزوجها كان يأتي زوجها يسالف معنا شوي ويضحك وكذا ويروح ينمان يجلس كثير صراحة لما كانت تأتي نورة ما ندري إلا زوجة أخوي وأخوي طبعا 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 علينا فجأة صدفة كذا فكان أخوي يعني أخوي كان ما يخليها تتغطى يعني عادي عندها تكشف عادي مرة تتكلم مرة فري البنتي يعني مرة فكان عندها عادي تتكلم مع زوجة أختي وتهرج وتجلس معاهم طبعا حنا ما كنا يعني نقدر نقول شي عادي زوجتي كنت بكيفك بحر إن شاء الله تخليتي مشي عريانا بكيفك فكان يعني فكنت أنا أربط المواضيع ببعض قلت النورة أختي تتوقعين زوجة أخوي لها دخل قلت لها وش دخل ليك بنت والله حرم عليك بظلم يعني شين البنت صراحة إنها ما قد يعني شفت منها شي يثير الجدل سوالي فكانت عادية كنا نجلس كلنا سواء يعني ما كانت تتكلم يعني بشي مرة أوفر عادي حتى إن زوجتي ما كان يطول معاك نستحي يخرج على طول والله العظيم جماعة بعد كلامي مع أختي هذه بثلاث أيام ثلاث أيام بالضبط تخيلوا إن زوجها قام أرسل لها ورقة الطلاق قال لها أنت طالق وهي ببيتها تخيلوا راح من عندها يوم كامل ما درع عنها فجأة كذا يرسل لها أنت طالق وأنت كذا وكذا وأنا خلاص ما عاد أتحملك وأنا من زمان يخطط لهذا الشي وأنا أصلا بيتركها ما يبغاها وطفش منها وأنا ما تجيب أطفال فطبعا حط كل البلا فيها يعني أنه هو هو أصلا اللي ما كان يجيب أطفال مو أختي أختي هي اللي متقبلته جالسة وساكتها يعني عشان تحبه فكانت نورة مرة مرة منهارة تقول يعني كيف بعد هذه العشرة وأنا صابرة ومتقبلته كل عيوبه وما هم من الأطفال وأنا شاريته ولا عمري فكرت مجرد تفكير أني أروح أطلق منه والزوج غيره تبكي تبكي منهارة فصارت نفسيتها جدا سيئة دخلت يعني والله في مرحلة اكتئاب كنت أواصيها سكت فيها أبدا يعني ما كانت تسمع مني كنا نحاول نجلس أنا وأمي نتقرب منها كانت تصد عنها ما تبقى تتكلم معانا فكانت هذه ياسمين الزفتة يعني اللي أنا ما أنا مرتاح لها يعني هي ما كانت يعني إلا تتكلم مع ياسمين بس هي اللي مرتاحة لها أحنا صراحة ما كنا نشوف شي بعيوننا بس أنا كنت أحس أن ياسمين هذه لها دخل كانت تسوي نفسها حبيبة ومتعطفة مع نورة وأن الله يعوضك يا قلبي بغيرة وأختي منهارة بصراحة والله ما ألوم أختي زوجها كان قمة في الأخلاق يعني كانت عايشة معاه مرتاحة تموت في حياتهم جدا حلوة ويجي فجأة يعني كذا يصدم عيشتها ويطلق يعني الطلاق مرة وحدة يعني صدمة صدمة لنا كلنا نصدمنا حاولنا نصلح بينهم حاولنا نكلم أهله وكلمنا أمه كانت أمه تقول والله ما أدري يعني ولدي مراضي يتكلم ولا يقول لنا شيء وحنا عجزنا فيه وكذا يعني كانت أمه يعني ما هي حريصة على أنها تصلح بينه وهو أبا طاهر مو متقبل يكلم أي أحد فينا أخوي يحاول يكلم وأبدا أبوي مو راضي يكلم ولا أحد كان يقول لا أنا ما أضع يعني يقول لنورة أنا ما لي دخل يعني أنا ما أضع يرجعك أنا ما أبغاك خلاص المهم استمر هذا الحال أربع أشهر وأختي نورة عندنا تعبانة نفسيا نحاول نغير مودها بأي شيء ما كانت يعني راضية فكنت ألاحظ أن كل يوم نورة تزداز سوء وما تتحسن أبدا وجهها ذبلان شكلها متغير حتى وزنها نزل وهي بالعادة يعني إنسانة غير بالعكس مهتمة بشكلها وصحية وأكلها كويس كانت تروح للنادي فجأة كده تركت هذه الأشياء كلها صارت وحيدة بس جالسة بغرفتها لوحدها ما تتكلم مع أحد قلت لكم بس كانت تتكلم مع ياسمين يعني تخيلوا حتى أنا وأنا أختها ما كانت تتقبلني طبعا كنت أتكلم يا اسمين كنت أقول لها يا اسمين حاولي فيها أمانة خليها تأكل شوي بما أنها يعني تسمع منك وكذا كانت تقول أبشر يا قلبي ولا يهمك من عيون الثنتين وكل ما راحت يا اسمين لنورة ألاقي النورة تنهار تزداد نفسيتها سوء تصير نفسيتها خايصة قلت أكلم أمي قال مهم رح تكلمت أمي قلت لها تكفين يمه خلاص أمانة هذه المرة اسمع مني بدون هواش قلت لي وش فيه قل اللي عندك بس لا تكلمي اللي عن يا اسمين قلت يومها بس أقول لك شي مهم قلت يلا قل يش عندك قلت تكفين يا اسمين هذه لعدت طب بيتنا أنا أقول لك والله العظيم من هذه الأدمية وراها بلى قلت نعم أنت تبغينا أخوك يجننا أنت كذا تبغينا أخوك يقطعنا فكينا يا بنتي من المشاكل فكينا وترى يا اسمين هذه هي اللي يعني أختك تتقبلها وتسالف معاها أنا أقول لها والله العظيم يا أختي أنها ما نجنت إلا بعد ما جاءت حياتنا هذه السوسة فكانت أبدا أمي مو راضية تسمع مني مهما قلت مهما سويت مهما حاولت يعني أحاول أني أطلع كذا أمسك عليها أي شيء ما لقيت يعني مجرد إحساس أني أحس أن هذه البنت مي كويسة ما كان في حل إلا أني أراقبها فعلا صرت أراقب ياسمين لما تجي عندنا البيت أول ما تدخل عند أختي أجلس تسمع عليها إيش تقول لها إيش ما تقولها طبعا أول مرة كنت أسويها يعني سويتها هي مرة واحدة وكنت بموت خوف أن أمي تشوفني ولا أخوي يشوفني ولا أحد يحس علي كنت أحاول بقي طريقة والله العظيم أني أظن فيها ظن الخير فرحت ذاك اليوم جاءت طبعا وهي بالعادة تدخل مع أختي الغرفة تقفل عليها تجلسون سولفون والله لا يوريكم حالة أختي بعد ما تطلع المهم لما نجات رحتنا تسمع من وراء الباب ويا الله يومي 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 الكلام اللي سمعته يا الله يا هي صدمة صدمة تخيلوا كانت تلعب نفسية أختي لعب كانت توهمها أن أختي إنسانة ما هي حلوة وأن كل اللي يصير لها تستحقه وأن أنت اللي جبت البلد نفسك وأن أنت كذا وكذا وأن زوجك طيب وحلو أنت ما تستحقين وخسارة فيك كانت تقول لها كلام كلام الله ما أقدر أقوله لكم شي قهر ما تحملت هذاك اليوم رحت كذا أفتح الغرفة وأدخل عليها وننسى كيف كانت يعني ترجف أول ما شافتني انصدمت قمت انفلتت علي الله يا أخذك يلي فيك ما يخطيك يا كذا يا كذا وأسب وأسب هي مصدومة شفيك شفيك لش تقول لي كذا لش مفلتت علي كذا وأنا أعلي صوتي وأسب فيها سب وأقول لنورة تكلمي قولي اش قالت لك تكلمي قولي علمي ترى أنا سمعت كل شي أختي نورة مراضية تتكلم فجاءت أمي على صراخنا صارتها واشني أمي أنت يا بنت تظلمين بنت الناس أنت متوبين أنت كذا كذا أقول لنورة تكلمي قولي لأمي ش كانت تقول لك كأنها مغيبة كما تتكلم لدرجة والله العظيم من وقتها حسيت أنها ساحرة أختي يمين بالله يعني وضعها ما كان يعني طبيعي أختي ما تتكلم ليش ما تنطق أجلس أصيح والله لدرجة من القهر بكيت أبكي عند نورة تكلمي يقولي ما كانت تقول لك قولي لأمي وهذه الخبيثة مسوية نفسها أنه أموت من البكي وأننا ظلمتها وأننا تبلع عليها وكذا وكانت صايح وتصرخ لين جاء أخوي لما جاء أخوي يمسك كذا ما شوشت ومسح فين البلاط مسح وياه وعطاني وياه وعطاني وياه وش وحالتنا حالة يمين بالله ذاك اليوم تجننت يعني صار يقول كلام كلام أنت تكرهين زوجتي عشان أني تحرفت عليها من نوع يحط خيط وخيط أنا مدري كنت أقول له يعني بالله في وحدة صاحية تقول وحدة كذا يعني كنت أقول له عن كلام وش قصتها كذا قاعدة تحطم في نور وقاعدة وانا أنا هذه الأدمية أنا مو مرتاحة لها من أول ما خطبتها أصلا وانا قل لك أن هذه الأدمية وراها بلا ما حد مصدقني أبدا طبعا كلهم زعلوا علي وأنا يا قهري هذاك اليوم مغبونة مغبونة على أختي واللي صير لها المهم بعد بحث طويل عن حل قلت والله ما لي حل خلاص فيني غبنة فيني قهر ما في حل اللي أروح أتكلم مع زوج أختي بنفسي طبعا هو دائما كان يروح للكوفي وكذا كنت أقول سواق أنا راقب وين يروح قال لي إنه بالمكان فلاني وأنا أقول له تعال يلا وديني وأروح لين عنده حلال تعال أتكلمك موضوع مهم ولا والله العظيم لا أفضح فيك هنا لا أقول إنك أنت ملاحقني بمكان المكان وإن أنت منت صاح قالت أنت بنت تبليل عليه قلت إيه والله لا أسويها زي ما تبليت على أختي راح أتبليك تعال اجلس نتكلم بهدوء هنا قدام الناس عادي قل لي إيش سالفتك مع نور سالفتك مع أختي قال من أنت أنت مالك دخل قلت لا لي دخل أبقى تتكلم فكنت وصر عليه إلا تكلم قل لي إيش في قال اسمع بنت الناس يكلمتين أختك نورة زينة وطيبة وكل شي فيها كويس والله ما عاب فيها عيب لكن اكتشفت بأختك شي وعشان هذا الشي أنا ما أتكلم قلت قول وش اللي اكتشفت وش شفت فيها أختي يعني شفت في أختي شي حينما نعرف وقال أنا عشان كذا تركت ها تركت ها بهدوب بدون أي مشاكل لأنها غالية علي في يوم من الأيام كان زوجتي المهم جلس يمدح في أختي وأن هذا الشي هو اللي خلا يعني يترك ها عشان هذا الشي وعشان العشرة اللي بينهم أنا ما قدرت إني أفضح فيها قدام الناس قلت خلاص حد كسكت كسكت وش اللي تفضح بأختي ترخ تحسن منك ش ثوت لك أختي المهم قعد تصحف في لين قال قال أن تكلمت زوجة أخوك ياسمي قال أرسلت لي قال أرسلت لي مقاطع وكذا قلت أنا مصدوم منها قال طيب أنت رأيت بعينك هذا الشيء قال لا أنا أنا ما دراني تعرفين عني كلكم تعرفون أن أنا أذهب أجلس بشغلي ثلاث أيام يومين ما أدري عنها قلت وانت تعرف أن نورة لا تجلس لحالها تجلس عندنا يوم لا تكون في البيت صح أو لا قال لي أنا ما أعرف أخوك مع رجال مو رجال يعني بس رجال تطلع معاهم والله أعلم مش تسوي أنا ما أدخل في التفاصيل لكن أنا شفته طبعا كان يقول كلام كلام ما أعرف يعني كلام مو منطقي أبدا قلت أنت صاحي أنت خبل أختي ترى ما في أشرف منها ولا أحسن منها أنت تتكلم عن المشكلة أنت عارف كيف يعني أختي كيف تقول عن هذا الكلام قال أنا شايف قلت شفتها بعينك شفتها بعينك قال لا أنا شفت ظهرها زولها بس يعني هيئتها ونفس العباة ونفس الشنطة هي أختك لكن وجهها وجهها أنا ما شفته وبعد متصور عند البيت حقي فاللي يقهر بالموضوع أن كل الكلام اللي يقول لي ما في ولا فيديو ولا صورة من اللي رسلتها الخبيثة هذي كله مبين فيها وجه نور أختي وراني الصور أكسم بالله يعني واضح واضح أنها ما هي أختي أبدا مو أختي فقلت لو الله العظيم يا ابن الحلال ترى هذه مو نورة نورة أنا عرفها نورة يا دواب أنها تطلع معنا كوفي تتقهوة بالقوة نطلعها بالحسرة تبغاها أنت تطلع مع شباب وتروح وتكلم ومالله أنك مجنون من صاح أنت مريض أنت فيك بلا قال لا أنا ما قلت شي لأحد ولا كذا قلت لي كون بس قلت لها قال لا ما قلت لها قلت أنت تشوه سمعتها أو كيف قال لا أنا لو أبا شمعتها أنا يوفقها ومدري إيش وأختك نورة لسه صغيرة وكذا قلت أسمع والله العظيم يا ابن الحلال إن هذه مو حركات أختي ترى زوجة أخوي هذه حركات ها مو بزينة عادي عندها تكلم شباب عادي عندها تتبلع عن الناس تراهم تعرف على أخوي من النت بس حنا ما علمنا ما علمنا ولا أحد يعني أكيد أنه لها سوابق وأنا أقول لك وأنا متأكدة إن والله العظيم يا هذه ما هي نورة أختي حرام عليك مو كذا أنت أعرف الناس في نورة أنت دمرت نفسيتها لا يكون بس قلت في ذا الكلام من جد لها قال لا والله قلت عشان كذا مي راضي تتكلم قال لا والله قل لك أنا ما تكلمت ولا قلت لها أنا تركتها ما علمتها بشي ولا ناقشتها ولا سمعت لها ولا حاجة المهم جرت أثبت له إن أختي بريئة وإن مالها في ذي الحركات وإن كذا فرحت عند صاحب البقالة اللي جنبنا قلت لها عن السالفة وكذا قلت تكفى بس نبقى نشوف الكاميرات يعني فاللي شفته يعني صدمة كانت زوجة أخوي معاها وحدة والله ما أعرفها يعني مصورة هو بس يومين أو ثلاثيام كل شخص يعني كل يوم شخص جديد وسيارة جديدة وطبعا مصورتها من بيت أختي صح يعني البيت هو فعلا بيت أختي وما نقدر نتكلم في الشيء المهم بيت أختي طبعا الحوش دايما بابه مفتوح وعادي نفتح نقدر نفتحه من برا هي تعرف كيف تفتحه له طريقة معينة في الفتح فكانت الخبيثة مصورة يعني على أساس أنها أختي كذا كأنها تطلع من الحوش وتركب السيارة تصور المشاهد فعلا يعني حتى اللبس العباي وكذا كأنها أختي والله العظيم يعني تلبس شيء وتلبس ألوان شونط يعني هي معروفة بالفعل عند أختي فكانت ترسل الفيديوهات هذه المهم رحت أنا علمت أخوي على أساس أن أخوي يعني بيفتك منها ويعرفها على حقيقتها ومن غير فضايح وكذا والله ما أنسى الفضيحة اللي سواها أخوي إيش نجن نجن نهبل لما نقلت له جلسيها وشو سوى معاي مشكلة ومع أمي مشكلة انفك شرة علينا وأنا والله العظيم يعني أقول صادقة والله العظيم يوم ما ذي مالها أمان وإيش بتسوي يعني فينا غير اللي سوته طبعا هو ممرة مدافع عنها مو راضي يصدقها أبدا هو حتى ناكر أصلا انها زوجتي يقول وانتم كذا وانتم حطين براسكم ان هي راعية شارو وان كذا وكذا وكلكم كذابين أولكم زوج أختي طبعا أمي قامتها وشنين وانتي سببتي مشكلة وكانت زعلانة مرة مني بين أمي بين المصدقة وما هي مصدقة لين جاها زوج أختي وقال لها كل الكناب بنفسه طبعا اعتذر منها ويعتذر من أختي وأبوي حاول اني يرجع أختي كان مرة مرة ندمان بس أختي طبعا حالتها النفسية كانت جدا سيئة أو تعبانة ولاهم حاطة في راسها واحد في المية انها ترجع له كانت مرة عتبانة عليه قالت له ان انت واحد دمرت نفسيتي ودمرت سمعتي انت كيف تتكلم عني كذا كيف تصدق فيني كيف يعني قلت لها بعدين خلها فترة كذا لين تهدأ وارجع لها ان شاء الله اني يكون راسها لان وكذا وتكون هي تقبلتك صراحة ما ألومها في موقفها طبعا نختي اليوم هذا ما يراضي انها ترجع له أبدا تقول اللي صدق فيني مرة ممكن يصدق فيني مرات فأنا معاي عشرة عمر ما صدقني وذي بس كم شهر راح صدقها لو جاء تكلم معاي اعطاني فرصة اني أدافع عن نفسي اعطاني فرصة اني اسمعني كان ممكن اني أفكر اني أرجع له حتى لو كان زعلام مني بس أبدا لا باعني برخص التراب ولا حتى فكر فيني أبدا يعني تقول لي انه كنا نحن واثقين ببعض مستحيل والله أصدق يعني أصدق فيه أحد لو أحد جاء قال لي هذا الكلام عنه كنت أقول أقل شي ممكن اني أروح أسمع أروح أسأله لكن زوجي أبدا لا صدق هذه الخبيثة على طول ولا حتى يعرف من هي تحسبون انها سكتنا أنا أمي لا والله رحنا مسكنا ياسمين وهزأناها وانها سوت واجهناها وانها فعلت وكذا مو راضية الكلبة تعترف أنكرت كل شي أنكرت أصلا ان هي وياه يعني واحدة معاها لفقوا الأختي هذا الشي فأخويك مرة متعلق فيها مرة والله العظيم منها ساحرة وخاص حنا يعني تأكدنا ان فيه سحر معمول له يعني كيف واحد يشوف زوجته كذا ويعني يشوف الخرابيط هذه اللي سوتها كلها ويدافع عنها كنا من جلطين كلنا منه كيف أنت كذا قامت أمي طردته من البيت هو زوجته سوى فضيحة هذا كلام توقع حتى الجيران سمعونا سمعوا هواشنا ومن وقتها ما عاد نعرف عنه شي ولا نعرف أخباره لدرجة النبوي يعني ها وشو قالوا دامنت كذا مع أمك وأخواتك والله الشغل هذا ما عاد تطب معي أبدا قالوا خلاص ما عاد لك شغل معي راحوا هو زوجته سكنوا في بيث ثاني فآخر شي يعني عرفنا عنهم من الناس أن ياسمين تبقى تترك أخوي عشان يعني خلاص أبوي طبعا منع من الشغل ما عاد في شغل ما عاد في أموال وهي أساسا كان هدفها بس منزوجته عشان الفلوس يعني واضح لكنها غبية خربت على نفسها والله يا أخوي كان شايلها شيل كان قايل فيها يا دهينا لا تنكتين ليش تدخلين بشر ليش يعني كذا تفرقين بينه وبين أهله ما دام أنه شايل ما دام أن كل شي عندك ليش تخربين أصلا بيت أختي ما سويت لك ليه كذا يعني سبحان الله وقعت بشر أعمالها حسبي الله عليها دمرت أخوي دمرت أختي أنا ما أدري يعني وش مسوية في أخوي خلاص أخوي ما عاد يبغانا أبوي طبعا متواصل مع صاحبه فصاحبه دائما يقول لأبوي يعني أنه دائما يجي يشكيلي من ياسمين زوجته وأنه حتى لو تركته ما يفكر ولا واحد في المية أنه يرجع لنا أبدا معتقد أنه يعني أنه أنتو السبب أنتو اللي خربته أنتو اللي سببته لتعاسته كذا فدعواتكم من الله سبحانه وتعالى يرفع البلاء عن أخوي وأن الله يلين قلب أختي ويعني يذهب ما بينهم أنا حاسة أنه حطت لهم سحر تفريق وهذه البنت دمار دمرتنا كلنا حسبي الله ونعمل وكيل فيها وعلى كل وحدة زيها إلى هنا انتهت قصتنا لليوم أتمنى أني أشوفكم في قصة جديدة وفيديو جديد أنا وأنتم بخير دائما إن شاء الله إلى ذلك الوقت استودعكم الله